أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متابعته لتكلفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود مغزون كاف من السلع الرئيسية واحتياطية استراتيجية منها وخلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين أكد رئيس الوزراء أن تلك التكلفات تستهدف أن تكون لدى دولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة بهدف أحداث التوازن المطلوف في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلعب في أسعار السلع الرئيسية كما أشار رئيس الوزراء إلى جهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية لافتا إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتغزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع